أول دخوله مشكل طوله هكذا تختصر الجولة الصباحية لجلسة مناقشة مشروع الموازنة المقدم من الحكومة ففي البداية طلب النائب ملحم خلف الكلام بالنظام ليشرح كيف أن الجلسة غير دستورية في غياب رئيس الجمهورية لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفض إعطاءه الكلام وعندما أصر خلف انفعل بري وهذا ما حصل ما حدا بطلع من القاعة ما حدا بطلع من القاعة والشعب اللبناني بطلعين من القاعة سماعي سماعي هبطلوب بالنظام والإحق بالنظام بالنظام بعطيك وقت المنيع الشيازة من النعك بس إذا بنا نعمل مسرحيات بالمجلس ما بنا لك 30 سنة عامل مسرحيات صلبطة خلصنا منا بالمجلس لا شايفكم ولا أي بلطجة لا شايفكم بالأول بعد قطيل حاركم أردة مافيات أردة مافيات بعد الهرج والمرج دخل عدد من النواب على خط التهديئة بينهم النائب ألاعون ليفض بر المشكل عارضا على خلف أن يتحدث مباشرة بعد انتهاء كنعان من تلاوة تقرير لجنة المال والموازنة وهكذا حصل تحدث خلف وانسحب من الجلسة إن لم نباشر فورا إلى انتخاب رئيس سأخرج كبطل صيد الرئيس لأنني لن أخالف الدستور أما النائب إبراهيم كنعان فتحدث عن عمل لجنة المال والموازنة والتعديلات التي أقرتها على مشروع الحكومة وهنا أيضا لم يخلو الأمر من استجال دولي بلا حسبيت هي دولي بلا دمي ودولي بلا دمي هي دولي بلا شرف لا ينتبق طيب طيب خلاص شطوش طبا من المحضر إذا قلنا دولي بلا دمي مننا عم نغطي وبلا دمي يعني معناتها بلا شرف بمعنى أنه ما في شفافية هذا الكلام قصد وعام وضح الشيء ولكن بالرغم من ذلك تشطب من المحضر أما النائب جميل السيد فهازل كنعان رئاسيا ربما في إطار زكزكة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران بسيل حسيته خطاب قصم أما النائب جورج عدوان فتحدث في كلمته عن الوضع المزري للقضاء موجها سؤالا لوزير الداخلية وطلبا من رئيس حكومة تصريف الأعمال لجيب مقاتي أي خطة التعافي بك تجيبها على المجلس مثل الخطة القديمة تشطب الودائع أوعى تتعذب تجيبها حاكم السابق لمصرف لبنان شفناه مؤخراً بمناسبة عزاء برفقة عشرات الأمنيين مرافقينه سؤال يا حضرة وزير الداخلية بدك تخبرنا مين فصلوا هالناس وهل فاصلوا له وقت القعدة الدولة والقضاء ثلاث سنين بدون يبلغوا وما فصلوا ناس من الدولة ما قدروا يبلغوا كيف هالقصة نائب رئيس مجلس النواب ليس بوصعب هاجم أيضاً مقاتي ودافع دفاعاً شرساً عن وزير الدفاع موريس سليم ما استدعى تهامه بالطائفية كيف تعاطى رئيس الحكومة مع وزير الدفاع بالملفات الطارقة قرر افتعال مشكل مع وزير الدفاع وصب زيت على النار بالخلاف القائم بين وزير الدفاع وقائد الجيش على خلفية تطبيق الأنون لو كان غازي زعية الوزير الدفاع كنت بتتعاطى معه بهالشكل نعم جاوباً رئيس الحكومة بيحكي مع مين ما كان صح نعم بنفس الطريقة خلس سيدا خلي جاوب رئيس الحكومة لا لا فيه تجني فيه تجني دولة الرئيس لا انا عم بحكي ايا يكن ايا يكن وزير الدفاع يا جاوبة الرئيس الله يرضى عليك يخينا عمد دافع عن رئيس الحكومة اريد كمان ادافع عنه انا كمان ادافع عنه طوله بال اما نائب حزب الله حسن فضل الله فتحدث على قاعدة المفاضلة بين السيء والاسوأ وجود موازنة مقرر للبلد هو افضل من عدم موازنة وجربنا قاعدة الاثنى عشر وان تصدر بقانون افضل بكثير من انه تصدرها الحكومة بمرسوم ومثل فضل الله قال النائب ميشيل معوض عم ننوضع امام دايما وقائع انه عم ننجبغ نختار بين السيء والاسوأ وهكذا انتهت الجولة الصباحية من جلسة مناقشة الموازنة